السلام عليكم طريقة مبتقرة جدا وجميلة هتسهل عليك ازاي ترسم شلال بشكل سهل وبسيط وازاي ترسم منظر طبيعي رائع باستخدام الالوان الاكريليك وقطعة اسفنج بس ايوة قطعة اسفنج مع الالوان الاكريليك وفرشاة او اتنين بالكتير هتشغل بهم في هذه اللوحة بنسكب الالوان بشكل عشوائي بهذا الشكل الازرق والاحمر وطبعا قليل من الاسود مع الاصفر كمية الاصفر بيكون اكتر لان الاصفر بيندمج مع الازرق وبيديني درجات الاخضر المختلفة خلينا بس ما نسبقش الاحداث هنحصل على لوحة جميلة جدا لشلال مياه واشجار كسيفة متدخلة ومرتفعة ايضا والحشائش كله ده هنستخدم فيه او هينتج لنا ازاي عن طريق قطعة الاسفنج طبعا بنزود بقى اللون الاصفر اهو زي ما حالاكم شايفين الاصفر هيلعب دور قوي جدا هنا وهنتعلم مع بعض ازاي بقطعة الاسفنج نقدر ندق الحشائش والاشجار وهكذا يعني طبعا دي قطعة الاسفنج اهو لاحظ معايا كده شوف مجرد بس ما بتلمس اللون الاصفر مع اللون الازرق بيبدأ يديك درجات الاخضر وطبعا الظل بقى والضوء بينتج هنا لما نبدأ ندخل باللون الاسود اهو شوف هتبدأ تدق كده الاسود بدأ يقلب معاك الالوان وبيتدخل مع الازرق بنشغل بطريقة سهلة وبسيطة جدا الضربات بتكون متقربة من بعضها بشكل افك مبدئيا كده دي البداية بتكون بهذا الشكل بحاول اقدم لكم الفيديو بطريقة سهلة وبسيطة وبحيث ان الجميع يستفيد لما حضرتك تبدأ تنفذ ده هتلاقيه سهل خالص ومش صعب أبدا طبعا هنتكلم في كل شيء بالتفصيل ولكن بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه الرحمة العالمين كالعادة بطلب من حضراتكم وضع لايك اسفل الفيديو دعم لنا كي نستمر واشتراك في القناة لو حضرتك اول مرة اصدرنا في القناة وسعيدنا اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد طبعا الضربات هنا بتكون ضربات متقربة زي ما حضرتك شايف وانت ونظريتك ازاي عايز تفتح من خلال اللون الاصفر ازاي عايز تغمق من خلال اللون الاسود اللي موجود في اللوحة عندك بتبدأ تدمج الدرجات الالوان كلها مع بعض كده واحدة واحدة وبنصور اهو من اكتر من زاوية علشان متعة المشاهدة والناس كلها تستفيد من زاوية قريبة في التصوير شباب بمجرد بس ضرباتك بقطعة الاسفنج كده بتجد ان بينتج ليك حشاء شوية اعشاب متدخلة جدا يعني انت ليك انك تتخيل المنظر بهذا الشكل الرائع هنا بدأنا ندخل اللون الاصفر مع البرتقال علشان يدينا اللون الورانج زي ما حضرتكوا شايفين وطبعا القطعة الاسفنج هنا فيها من الاسود فبيبدأ يخلط معاك وهو شوف الاصفر هيروح على الازرع كده يبدأ يخلط معانا ويدينا درجات من الاخضر عموما كل درجات الالوان اللي انت عايزها في اللوحة نتجت من خلال الالوان الثلاثة الاصفر والاحمر والازرع الاسود بس ممكن ينتج معانا ايضا من هذه الالوان الثلاثة ولكن الاسود هنا احنا استعنا بيه علشان يغمق لينا ويدينا الاماكن العميقة او الاكثر زلا بسهولة اهو شوف ضربات كده متقربة بتفتح في اماكن تغمق في اماكن كل درجات الالوان متاحة لحضرتك انك تقدر تحصل عليها بسهولة ده الاصفر بنبدأ ناخده كده ونوزعه هاو شوف للوهلة الاولى كده بتحس انك انت في غابة او مكان الضوء غير نافذ فيه بالمرة يعني مكان لاشجار وحشائش كسيفة جدا الضوء صعب انه ينفذ في هذه المنطقة امال احنا هنعمل ايه هنجسم ازاي ده اللي هيظهر معانا واحدة واحدة خليوكم معايا لاخر الفيديو عشان هنتكلم فيه معلومات كتيرة جدا عن الاكريليك وازاي ترسم بالاكريليك بطريقة سهلة جدا بدأت ازود الاصفر مع الاحمر هنا عايز ازود درجة البرتقال في المنطقة دي كده اهو بكل سهولة الالوان بتاحتك مش بتجفة بسرعة هنا قطعة الاسفنج بقولك ان احنا باللفة بنجيب بقى الجزء اللي هو السليم فيها ده اللي هو لسه ما اشغلش خالص نظيف وببدأ ادق بي كده ضربات بس شوف هنا حركة ايدك وضربات الايد واتجاه الايد بدأ يختلف بدأ ايه اه لان انا عايز اجيب هنا اشجار مرتفعة فبدأت ايه اشغل من اعلى الاسفل من اسفل لاعلى هكذا شوف لاحظ شوف لما روح الجنب اللي على الشمال كده ايه اللي هيحصل اهو ابدأ افتح اللون الاصفر بيفتح معايا اللوحة ركز بدأت ادخل كده بمجموعة من الاشجار اللي هي فيها لون الورد ركز بقى كده هنا السفنجة طبعا مشبعة بالالوان الغامة فانت تقدر برضو ايه تدمج اللون الغامة وتكسر اللون الاصفر ده بهذا الشكل بطريقة بسهولة يعني شوف ضربات الفرشة ااسف ضربات قطعة الاسفنجة هنا عاملة ازاي يعني بشوف كده انعكاسة في الازاز هي دي طبعا البلدة اللي احنا ندرب عليها الالوان دي قطعة ازاز هدرب عليها الالوان هيكون دي البلدة بتاعتنا ولكن انا حبيت اشوف انعكاس الاشجار في الزجاج هنا قطعة الزجاج هيكون شكلها ازاي بطرق بقى هنا قطعة الاسفنج وببدأ بالفرشة وزي ما حياتكم شايفين كده ااسس للشلال اللي عندنا في اللوحة دي فرشة تلات تربع البوصة عريضة مسطحة ببدأ اخد بها كده نزلات كده بسيطة شوف قربتلك الكاميرا ببدأ كده زي ما حياتكم شايفين باللون الازرق مع اللون الابيض وبدأت ايه اعمل ارتفاع بسيط جدا لانحضار المياه وده المجرى المائي اللي هو ناتج عن نزول المياه دي زي بحيرة اهي واخد انعكسات من اللون الاشجار طبعا من اللون الاصفر والاخضر هكذا خطوط افقية بتبدأ تعمل انت البحيرة او المجرى المائي اهو شوف لاحظ بروح بالفرشة كده اجيب سنة ابيض بسيطة على اللون اللي موجود في الفرشة وببدأ افتح كده ضربات اه او اندفاع المياه من اعلى الاسفل هكذا للوقت الاولى كده يبدو ليك ان فيه اصبح فيه عمق فيه الصورة لانك التجويف اللي احنا عملناه للبحيرة بيروح هناك على مساحة ديقة في منتصف الصورة يعني وهنا بنبدأ نفتح كده جزء بسيط بينفز من خلاله الضوء لاحظ باللون اللي في الفرشة وهي ابدأ افتحه بسنة الازرق زي ما حدتك شايف كده دي فرشة الم مدورة وببدأ احط كتل بسيطة كده للضوء من خلال اللون الابيض وبالمناسبة اللون الابيض هو دهان الحوائط اللامع بلاسك لامع لامع كاملة كده لون السماء مغيم يعني فيه غيوم وقافل سنة بحاول كده ابهته ما بيكونش لون سماء صافي يعني اللي بيكون لون باهت الضوء فيه ضعيف زي ما حاكم شايفين اهو بالفرشة الالم دي وببدأ اعمل تجويف كده للضوء يعني فيه نزول للضوء هنا بيفرق ليه الاشجار اللي على يمين من على الشمال وبالفرشة الالم المدورة دي ببدأ كده قربت لك الكاميرا وبحط ضربات الضربات دي هي الضوء اللي ساقط على اوراق الاشجار في هذا المكان لاحظ معي واحدة واحدة اللوحة هتبدأ تظهر تدريجيا ضرباتك للفرشة بالفرشة بيكون بالشكل ده ضربات متقربة من بعضها قربت لك الكاميرا هنا عشان عايز اظهرلك الحواف بتاع الاشجار هنا في المنطقة اللي بيلتقي فيها الجانبين من الاشجار اللي في المنتصف مكان ما بينفذ الضوء في الغابة هنا اهو بيكون الاطراف او الحواف حواف الاشجار هنا بيكون مضيئة الى حد المال ان الضوء بيكون عليها هي مباشرة وبالاصفر مع الاحمر كده بحاول اضرب درجة لون برتقالي لاحظ بنفس الفرشة الالم المدورة دي وببدأ ادي كده ضربات لاشجار اعمل ملامح كده الاشجار هنا اللي هي زي اشجار الزينة اللي بيكون فيها اوراق اوراق مزهرة او اوراق بلون الورد يعني اشجار موردة يعني فيها لون الورد يعني بالفرشة العريضة دي اللي اتنين بوصة لاحظ هبدأ تحت هنا كده من على الشمال وابدأ اعمل ضربات للحشائش اقسس بقى كده للمنطقة القريبة من الشلال وقريبة من الصورة ببدأ هقرب طبعا لحضراتكو الكاميرا علشان تشوفوا ضربات الفرشة هنا بتجيب لك الحشائش ازاي دي طريقة وده درس لرسم الحشائش ببساطة وسهولة يعني ركز كده شوف هيظهر ده اكتر اه اهو لما قربت حشائش الكاميرا بلقى تزود اصفر مع ابيض بسيط على اللون الاخضر وابدأ افتح في الحواف كده حواف الحشائش هنا صدقوني زي ما بقول لكم كده ضربات بسيطة جدا بالفرشة بتعمل ليك احلى واجمل حشائش تقدر ترسمها في اللوحة بتاعتك طبعا بحاول اصول حضراتكم من اكتر من الزاوي علشان زي ما قلتلك متعة المشاهدة وفي الوقت نفسه كل الضربات تكون واضحة امام حضراتكم شوف بتبدأ تنشئ انت كده تكتلات من الحشائش هوا يدوبك بس ايه شعر الفرشة يدوبك يلامس اللوحة بتاعتك يلامس القماش بتاع اللوحة شوف ازاي بكل بساطة اهو هل ده شكل نهائي او هل دي الحاجات دي نهائية اقولك كل دي ضربات مبدئية بنحصل من خلالها على ملامح الصورة بتاعتنا ماشي ازاي يعني احنا الحد الان هيطرق تغييرات اه فيه تغييرات هتطرق على اللوحة هنشوفها دلوقت ولكن لابد من الضربات المبدئية دي اللي بتظهر لك تفاصيل الرسمة من بدايتها يعني شوف لاحظ ان انا بستخدم سن الفرشة زاوية الفرشة كده اه وهنا بشكل بخطوط افكية بدأت قد اضاءة في المياه مياه البحيرة طالما بتشغل في مياه يبقى تشغل بشكله افكي هكذا خلي بالك يعني يبقى اذا الفرشة الواحدة نقدر نستخدمها باكتر من شكل وفي اكتر من عنصر بدأت اجيب الفرشة اللي انا بدأت بيها اللي هي المسطحة تلت تربع البوصة دي وباللون الابيج كده وبدأت احط اندفاع للمياه اظهر اندفاع المياه وبفرشة الم مدورة مقاس اتناشر دي الفرشة دي مقاس رقم اتناشر اكبر فرشة في الطاق وببدأ ادور بها كده اندفاع المياه في اللي هو الشلال بتاعنا المياه جاية من اعلى الاسفل هو الشلال هنا ارتفاعه بسيط يعني حوالي متر طوله كده الاعلى ارتفاعه كده متر يعني مش اكتر فاندفاع المياه فيه بسيط يعني وفيه اكتر من شلال او اكتر من ارتفاع في الخلفة هكذا يعني لاحظ بينتج عن كل ده بحيرة جميلة في المقدمة كده اللي هي في بداية اللوحة دي هيكون فيها بعض الحجارة وبعض الصغول لكن تعال هنا نبدأ بقى نظر التباين بتاع كتل الحشاش اللي احنا كنا عاملينها بكتعة الاسفنج تعال ازاي نظهرها بقى ان دي اشجار مرتفعة اهو بفرشة مسطحة طبعا حادة بتبدأ باللون الاسود الصريح وتبدأ ترسم جزوع الاشجار هكذا شوف لاحظ جزوع الاشجار وبسن الفرشة كده وبتيجي من اعلى الاسفل بالرفيع بتاعها يعني الفرشة بتجيب معك الرفيع قوي وتنزل على تخين دايما الفروح كده شوف الفرع يبدأ من اعلى كده رفيع وينتهي وحسب طريقتك انت يعني فيه ناس بتبدأ بالجزع من اعلى وتطلع به يرفع وانا بقى انزل به من اعلى برفيع وهكذا يعني انت وطريقتك الطريقة الاسهل لك الشغل بها شوف ازاي لاحظ الفرشة ضغطتك هنا على الفرشة تفرق يعني ضغطت ايدك على الفرشة كل ما بتشغل فروع وجزوع رفيعة بيكون ضغطت ايدك على الفرشة بيكون ضعيفة عايز جزوع اشجار تخينة بيكون ضغطت ايدك على الفرشة بيكون شديدة شوية كل ما تشغل عناصر رفيعة كل ما ضغطت وضربت ايدك بيكون ضعيفة لاحظ دي جزوع أشجار أيضا كده بدأ يظهر أمامنا مجموعة من الأشجار على اليمين وعليسار بيلتقوا في العمق بتاع اللوحة بيقفلوا مع بعض زي ما حراركوا شايفين كده طبعا الجزوع اللي في المنتصف هنا بدأت ده إيه لسعة أبيض خفيفة كده عشان تظهر معاه الضوء جاي منين جاي من جهة اليمين فببدأ أحط على الجزوع دي كلها ضوء من جهة اليمين هكذا لاحظ أزرق وأصفر أعطاني أخضر تمام وبالفرشاه المدورة دي هبدأ أحط كمية من الحشائش بشكل سهل جدا وبسيط أشوف قربت لك الكاميرا شوف بقى لسعة الأصفر دي هتعمل إيه بترسم لك الحشائش وبتخلي لك التباين بتاعها واضحة شوف بزود أبيض كده بسيط يبقى هنا الحشائش بتترسم على أكتر من مرحلة مرحلة بالغامر ثم أفتح ثم أفتح فكل مرة بتفتح سنة تفتح عن طريق استخدامك للون الأصفل والأبيض شوف ضربات بسيطة جدا قربت الكاميرا أكتر أهو تبدأ الحشائش هنا تظهر معاك بسهولة الناس اللي بتشكي وتقول تشتكي من عدم قدرتها على رسم الحشائش الحشائش هاي مجرد مشاعر الفرشة هنا بيلمس اللوحة مجرد مشاعر الفرشة يلمس الماشي بتاع اللوحة سطح اللوحة يبدأ يديك تأثيرات جميلة جدا هي القصة كلها فينه شباب القصة كلها فينك إزاي بتوزع ضق الظل إزاي بتقدر تحافظ على فراغات الظل وانتشغل في توزيعك للضوق هكذا يعني يعني مش دراجات الظل مش بتختفي كلها معاك لا بيبقى فيه فراغات كده من الظل علشان الأمور تبقى واقعية شوية بدأت تزود الأصفر أهو شوف يدوبك كده تريح الفرشة كده تريحها على القماشة بتاع اللوحة تديك البصمة بتاعتها اللي هي عبارة عن حشائش دي كتلة من الحشائش سهلة جدا وبسيطة على جانبي الشللات اللي احنا رسميناها شوف هنا بقى بنفس الفرشة لكن بدرجات ألوان مختلفة بالأصفر مع الأبيض هبدأ زي ما قلتلكوا الدوق جاي من على اليمين فهبدأ أوراق الشجر المعرضة للدوق دي ببدأ أظهرها أكتر بقى دي مشبعة بالدوق هنشوف زي ما حاكم شايفين اهو ضربات بسيطة جدا بوش الفرشة كده علشان دي أوراق الشجر القريبة اللي هي معرضة لضوء الشمس هكذا يبقى بنعمل تباين للأشجار بيبقى فيه أشجار في الخلف أشجار في المقدمة هكذا مجموعة أشجار يعني عايز أقول لك متلحمة أو نقدر نقول قريبة جدا من بعضها كسيفة منع للضوء أنه يوصل لكن الشجر القريب المعرض للضوء قوي هو ده اللي بيظهر باللون الفتح اللي حدثك شايفه ده ركز شوف ازاي بنصل باللوحة بتاعتنا لشكل رائع وجميل وبطريقة سهلة جدا ببدأ أرمي الزلال أسفل الشلال كده هكذا شوف بوش الفرشة بحط الزلال بسيطة من نفس لون الخضرة أو اللون الزيتي زي ما حدثك شايف وبدأ بعض البنيات هنا علشان تديني أرض يابسة وببدأ أجسم كده الشلال بحيث أن أحط بعض الحجارة أو بعض الصخور أوزحها في البحيرة هكذا لاحظ وبنبدأ بالفرشة نحط أوراق شجر في المنطقة دي كده بلون غامق شوية روحت على الأصفر خفيت اللون من الفرشة بخفه كده في البلتة قبل ما أروح بيها على الفرشة شوية المنطقة دي منطقة مهمة جدا الضوء بيضعف فيها بيضعيف فيها لاحظ كل ما أطلع لأعلى بقى كل ما الضوء يبقى زيادة أزود ضوء بقى طب الأوراق دي كان الأساس فيها اللون الأصفر وأحمر يبقى أبدأ أجيب اللون البرتقالي مع سنة أبيض خفيفة كده وأفتح به هذه المنطقة من الأوراق الشجر المعرضة للضوء طبعا لاحظ كده بدأ تزود الأبيض بروح على الأبيض مع سنة أصفر بسيطة جدا وأبدأ أنشئ أوراق شجر فتحة جدا في المنطقة دي كل ما تقدر تفهم اللوحة بتاعتك ماشي إزاي وتوزيعك للضوء والظل يكون إزاي كل ما هترسم اللوحة جميلة جدا وأتمنى لكم طبعا التوفيق وأشوفكم في التعليقات طبعا لأي استفسار يعني يهمين أقول لكم طبعا إن دي ألوان أكريليك مصنعة في المنزل الناس اللي متابعين معايا على القناة عارفنا كويس لكن لو حضرتك أول مرة زرنا في القناة ممكن حضرتك تبعاتلي في التعليقات تسأل عن رابط الفيديو اللي بيشرح طريق تصنيع الألوان الأكريليك وأنا أبعته لك في التعليقات سهل جدا شوف الفرشة مش بتاخد ألوان يا جماعة في مشكلتنا كمبتدئين إن احنا بنشيل لون كتير قوي على الفرشة ونروح بي على اللوحة وبالآخر نقول اللوحة بتبوز من هنا ليه انت دوبك بتاخد حاجة بسيطة جدا من اللون على الفرشة عايزك تركز قوي لما الفرشة تروح على البلتة شوف بتاخد كمية لون قد إيه كل دي الألوان اللي في الفرشة أنا بحاول أفضل الفرشة كل ما بتضرب كده انت بتجيب اللون اللي جوه الفرشة ركزوا كده شوف الفرشة على البلتة بتاخد ألوان قليلة جدا بفرشة حادة كده مسطحة وببدأ أظهر جزوع الأشجار اللي شوفتها حادتك على الشمال دي وببدأ أحط بيها برضو بعض الحجارة بعض الصخور زي ما حادتك شايف هو بلون غامق يعني فيه من البنة على الأزرق فعطيك درجة كده رصاصي غامق قوي بعض الحجارة كده أهو بتنوع بقى فيه حجم الحجارة دي كبير وصغير بتحطها كلها الأول باللون الغامق هكذا دي منطقة اليابس اللي هي فوق وخلي بالك بقى في نهاية الفيديو كده هيكون فيه شعاع شمس جميل جدا هيدرف في المنطقة اللي هي منطقة اليابس دي ببدأ أزود سنة إضاءة كده على الحجارة كل حجر بيقض الضوء بتاعه طبعا الضوء جاي من جاة اليمين أعمل بعض الزغلالة كده في الميا نتيجة اندفاع الشلال دربات اندفاع الميا من أعلى أصل بيديك بقى موجة كده ورغوة زي محيطك شايف شوف بنأكد على اللون الأبيض فيه الشلال أهو وبخطوط أفقية بسيطة جدا لساعات كده تديك زغلالة وإضاءة جميلة في الميا بتاع البحيرة لاحظ هنا المنطقة دي اللي بتكلمك فيها دي هيبقى فيها شعاع شمسي جميل جدا بماهد لي شوف بدأت أفتح الضوء هنا هزود الضوء هنا عشان لما أنزل بالشعاع يبقى الأمور كلها واقعية ومنطقية شوف بدأت أزود الضوء في المنطقة دي ويكون فيه شعاع من بين الأشجار كده بطريقة سهلة جدا وبسيطة لاحظ شوف زودت الضوء أهو لأن الضوء جاي من على اليمين ساقط على المنطقة ضيف الأقل اللي هي منطقة اليابس دي فهتاخد معاك إضاءة جميلة جدا وألوان فتحة بفتح برضو حواف الأشجار أكتر الفرشة المعادي فرشة مسطحة مقاس أربعة لاحظ بزود إضاءة على ورق الشجرة دي الشجرة دي معرضة أول لشعاع الشمس بدأت تديها اللون الأصفر الكناري الفتح قوي تعالوا بقى للشعاع هنا شعاع الشمس هنا نعمله إزاي بنماهت كله دا للشعاع الشمس شوف بزود الشمس هنا بزود إضاءة قوية هنا لأن هنا هيختار من المنطقة دي شعاع يسقط على الأرض بطريقة سهلة وده درسي برضو يعتبر من الدروس المستفادة في هذا الفيديو لاحظ كل اللي انت بتعمله دا إيه انت بتزود الإضاءة علشان لما ننزل بشعاع الشمس من هنا يبقى الأمور واضحة جدا ووقعية بعض الإضاءات دي اللوحة يا جماعة اللي احنا بدأناها بقطعة الأسفنج عايزكم تراجعوا الكلام دا وتشوفوا تقدروا تنفزوها لا لا ده رباط بسيطة جدا يا دوبك الفرشة يا شباب بتلمس يا دوبك كده الفرشة بتلمس شوف وزع بتوزع بتوزع ضوء في اللوحة كلها اللوحة بتبدأ بقى إيه هون الشعاع بقى شوف شعاع الشمس ببدأ يهيقوا إزاي أهو شايفت تجاوب من فين بزاوية حدة كده من أعلى الأسفل من جاتي اليمين نازل فين هيفرش هنا على هينوضلي المنطقة بتاعة اليابس اللي هي على شمال الشلال دي شوفوا أهو لاحظ شوفوا شوف شوفوا بتوزع إزاي سهل جدا وبييجي مع التعاود طبعا الفرشة هنا مش وقت اللون خالص انت باللون اللي في الفرشة بخطوط متوازية مع بعضها بيظهر منها خط ضعيف شوية خط قوي شوية هو ده هي دي طريقة أسهل طريقة لأنك انت ترسم شعاع الشمس من وسط هذه الأشجار لاحظ ببدأ أزود الضوء على أوراق الشجر في المنطقة دي علشان العناصر كلها تبقى متربطة مع بعضها بشكل رائع وجميل اهو يبقى من خلال سجب الأكريلك على اللوحة وضرب الألوان وتقليبها كده وخلطها من خلال قطعة أسفن قدرنا نرسم لوحة جميلة وتقدر تضعها في أي مكان في الشقة عندك كلمسة جمالية وتفتخر بعملك وتقول هذا العمل من إبداعك شوف الضوء ما زلت مع الضوء بوزع الضوء شايف اتجاه ايدك واتجاه الفرشة يفرق معك كتير جدا لازم تتعلم ده طبعا عايز اقول لكم حاجة طبعا بنوزع هنا برضو الضوء كل الضوء جاي من على اليمين كل الضوء في كل القطع كل حجر من دول عليه الضوء بتاعه من على اليمين الشغل ده للناس المبتدأ مش للناس المحترفة رس اتمنى يعني نحاول نسهل لكم الأمور كلها علشان تقدروا تستوعبوها وتقدروا تشغلوا واحدة واحدة ثقة في الله نجاح لو حضرتك وصلت معايا للمرحلة دي ياريت ياريت يعني ما تبخلش علينا بوضع لايك ضع لايك الآن اترك تعليق جميل شجعنا على الاستمرار وايضا بفكرك بشاشة النهاية هترك لحضراتكم فيديو اهم جدا في شاشة النهاية ودي فعلا كانت النهاية اشوف في فيديو جديد اخوكم محمد عبد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته